حضراتكم موضوع تاني مهم بعض الناس الأيام اللي فاتت مع الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادي كمان يمكن أسبوع وعشر أيام بإذن الله بعض الناس بقى بتقول طب هو إيه لازمة المؤتمر الاقتصادي يعني إيه الفرق ما بينه وما بين المحور الاقتصادي اللي موجود في الحوار الوطني والحياة أنه الفرق ده كان وضحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتما وجه بعقد هذا المؤتمر ساعتها السيد الرئيس قال أتمنى نعمل مؤتمر الاقتصادي وقال أعلم أن هناك محور المحور الاقتصادي في جلسات الحوار الوطني ومنتظرين مخرجاتها ولكن هيكون شيء طيب جدا أنه نعمل مؤتمر الاقتصادي ندعو فيه كل خبراء الاقتصاد حتى اللي مختلفين معنا عشان نتكلم مع بعض نسمعهم ويسمعونا الحوار الوطني مجموعة من الخبراء محور الاقتصادي موجود بمجموعة من المقترحات واللي بعتت من أحزاب ومن شخصيات عامة ومن مواطنين على الموقع الأكديمية الوطنية للشباب فتحطت في جدول الأعمال الخاص بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني إنما المؤتمر الاقتصادي هدفه فهنا مخرجات النقاش ده هتوصل لإيه؟ توصل لتوصيات ترفع إلى السيد رئيس الجمهورية إنما المؤتمر الاقتصادي غرضه وما يتم الاعداد ليه هو إنه يبقى تويه مش وان ويه مش اتجاه واحد اتجاهين الخبراء يتحدثوا يقولوا إيه التحديات الموجودة إيه المقترحات الموجودة عندهم أو الحلول الممكن شايفين من وجه التظارهم وفي المقابل أيضا دولة تتحدث بما لديها من معلومات وتفاصيل فده الهدف من المؤتمر الاقتصادي هقول لحضراتهم التفاصيل أكتر في هذا المحور